كرم وزير الشباب والرياضة نايف البكري منتخبنا الوطني للقوة البدنية الفائز بتسع ميداليات مختلفة في بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرا بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية أشهد البكري خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن أشهد بالإنجاز الذي حققه أبطال لعبة القوة البدنية في البطولة العربية وتحقيقهم العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرنزية رغم حدثة اللعبة في بلادنا مؤكدا دعم الوزارة واهتمامها باللعبة والعمل على توفير الظروف المناسبة للعبين وكان منتخبنا الوطني للقوة البدنية قد فاز بعدد من الميداليات عبر اللعب أدهم بدر مصعود في وزن 140 ذهبية البانش برس وذهبية الديدلفت وفضية الباور ليفتتح فيما حقق اللعب الباور ليفتينج فيما حقق اللعب عمرو جمال في وزن 110 ذهبية الباور ليفتينج وبروزية البانش برس وبروزية الديدلفت وحقق صخر محسين قاسم في وزن 82.5 بروزية الديدلفت وبروزية الباور ليفتينج ترجمة نانسي قنقر